ترجمة نانسي قنقر لانهاء التصعيد العسكرية شرط الالتزام بكافة الأطراف التزام كافة الأطراف بالتوافقات والقرارات والتعاون المشترك من أجل إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة وصولا إلى تحقيق التهديات ووقف إطلاق النار وأضاف الرميح أن عقد القمة الدولية في ظل الظروف الراهنة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للتعامل مع الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة واحترام القانون الدولي الإنساني خاصة مع ما تشهده من حضور عربي ودولي رفيع لبحث وقف العدوان على غزة ورفع المعاناة عن الفلسطينيين بشكل عاجل وحماية جميع المدنيين وأشهد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالنهج الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في تأكيد الموقف البحريني الراسخ في دعم القضية الفلسطينية الذي لا حياد عنه ودعم جهود المجتمع الدولي بما يحقق الأمن والسلم الدوليين وأوضح الرمحي أن التوجيهات الملكية السامية بتقديم مساعدات عجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين من خلال وكالة الأونروا والدعوة إلى ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة وتتشين الحملة البحرينية الوطنية للتبرع من أجل مساعدة غزة والتحرك الدبلوماسي البحريني المتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة يأتي في سياق السياسة الدبلوماسية الحكيمة لمملكة البحرين من أجل السلام والاستقرار في المنطقة وثمن الرمح ما تم بحثه واستعراضه في الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى المملكة المتحدة وجمهورية إيطاليا والفاتيكان وحرص جلالته على أولوية ضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين وقف التصعيد العسكري والحفاظ على أرواحهم وفتح الممرات الإنسانية وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى موقف مملكة البحرين في تحقيق السلام العادل والشامل وصولا لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر